المضاعفة قد تكون في العذاب اللي هو يعني في السيئات ونتيجتها بالتأكيد عذاب جهنم والعياذ بالله وقد تكون في الحسنات ونتيجتها في الجزاء في الجنة بإذن الله عز وجل المضاعفة بشكل عام واردت في القرآن في مواطن عديدة تقدر تحصر تسع مواضع تكلم الله تعالى في المضاعفة بشكل واضح يضاعف يضاعفها هذه المضاعفة اللي وردت تسع مرات بالنص جاءت خمسة منها في الانفاق دليل على أن الانفاق من أهم الأعمال التي يضاعفها الله سبحانه وتعالى نحن نكلم على التصريح في المضاعفة لكن عندنا آيات أخرى غير صريحة بكلمة المضاعفة لكن تدل على كثرة الثواب بالذات لهؤلاء المتصدقين لأهميتها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء المضاعفة مش حتى مرتين أن تكردوا الله قردا حسنا يضاعفه لكم هل المضاعفة هنا معناها اتنين بدل واحد ولا المضاعفة هتلحق بقوله سبحانه وتعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابلة في كل سنبلة مئة حبة يعني سبع مضاعف وكمان زيادة والله يضاعف لمن يشاء مثلا يعني عندنا المضاعفة بشكل عام في الحسنة بشكل عام لكن المضاعفة في العذاب جاءت مع نساء النبي وجاءت مع الأعمال الخطيرة الخطيرة زي ما يقول ربنا عجل في سورة الفرقان كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إله آخر الشرك بالله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب لأن أعمال خطيرة جرائم منكرة كبيرة وأثرها خطير وبالتالي ضعف لمن ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى ويقترف مثل هذه الآثام عندنا المضاعفة للزمان والمضاعفة للمكان والمضاعفة للأشخاص المضاعفة للزمان يعني بالتأكيد لما ربنا ضاعف العمل الحسن في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يعني العمل فيها خير من العمل في ألف شهر شايف المضاعفة قد إيه؟ كذلك من يقترف فيها سيئة بالتأكيد لما يكون الحرم الشريف الصلاة فيه تضاعف إلى مئة ألف لابد أن السيئة وتعمد الخطيئة فيه لابد أن لها مضاعفة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن انتهاك أو ارتكاب المظالم أو الظلم في البلد الحرام قال ومن يرد فيه مغرد الإرادة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذكه مغرد الإرادة بس الإرادة إذا تحركت للمعصية وهم الإنسان بها ويعاقب مسألة خطيرة جدا فننتبه الأشخاص قدامنا أهو أصدقاء هما صحيح نسوة من النسوة لكنهن خير النسوة كون ربنا عجل ليختار هؤلاء النسوة ليكن زوجات النبي في الدنيا وبالتأكيد زوجات النبي في الآخرة لا دون من زي أي نسوة ده اصطفاء ده اشتباء ولذلك وقع اختيار النبي على بعض النسوة ولم يحصل الزواج أو لم يتم الزواج حصل النبي تزوج ولم يتم الزواج تعرفين أنه تزوج بمرأة ولما دخل عليها قالت له أعوذ بالله منك فقالتها هي لا تعرف المراد ربما الغيرة من بعض النسوة يعني جعلنها أو حصل منهن حث لها على أن تقول هذا فقالت للنبي لا قال استعذت بمعاث ارجع لأهلك وداها يعني حقها وروحت لأهلها متشكري وهكذا في مرأة عرضت النبي على النبي الزواج وهو رفض وهبت نفسها للنبي هو رفض هذا الليبة ورفض هذا الزواج النبي عليه الصلاة والسلام إذن زوج بأمر الله عز وجل زوجه الله من فوق سبع سماوات بالسيدة زينب مثلا فالأمر أمر إلهي إذن هناك اختيار كما أن فيه اصطفاء للنبوة هناك اختيار لمن يكن زوجات لهذا النبي عليه الصلاة والسلام شيء الطبيعي بقى أن أخلاق هؤلاء الذين اصطفاهن الله أو اللائي أو اللاتي اصطفاهن الله سبحانه وتعالى ليكن زوجات النبي لابد أن تكون مختلفة الطاعة لله القنوت بمعنى الطاعة والعبادة والإخبات والإخلاص لله لابد أن تكون الطاعة لله أكثر وأعظم لأنهن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام طبعا وهنا أنبه أنبه على أن كل زوجة أكرمها الله سبحانه وتعالى بالزواج من رجل صالح عليها أن تحافظ على هذه المنزلة والمكانة لتكون أهلا لأن تكون مستدامة معه طبعا في نفس الوقت حتى لو قلت في العمل عنه لو أقلت في العمل عنه ولم تنهض أن تعمل مثله إيه الجزاء في الأخرى ستكون معه ولو كانت أقل منه ولذلك القرآن الكريم يقول على لسان الملائكة في سورة غافر في الدعاء العظيم اللي نحن حفظينه ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم وبعض العلم له تفسير رائع جدا في هذا الباب يقول ليه الزوجات والأبناء بالذات هيلحقوا بالأزواج والأباء لأنهم لما تزواجنا بالراجل الصالح ضيق عليهن بالتأكيد ما الراجل الصالح غالبا غالبا لن يكون ثريا ممكن يبقى مصطور بتاعه لكن يكونوا يبقى ثري في زمان الثراء فيه لابد أن يعني يكون في بعض الإشكاليات والتنازلات ولا أخره هو مش يكون كده فستتحمل المرأة شظف العيش شيئا ما أو نوعا ما أو بقدر ما أو بنسبة ما الأمر التاني هو له التزام أخلاقي وزوجته عليه أن تكون على هذا الالتزام الأخلاقي فبقى فيه تضييق تضييق في حريتها شوية طبعا هذا تضييق لصالحها طبعا مش داليه تمنه النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لو نلاحظ أنه وضع مش هو حتى القرآن وضع له بعض القيود على نسائه مش داليه تمن لما تقيد الحرية أكتر من غيرها معناها أنه فيه تمن التمن هيكون هيكون المضعفة ومن يقبط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين يبقى زي ما كانت لو عملت الغلط حاشاها 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 كانت هيضعف لها العذاب كذلك لما تعمل الصح ربنا هيديها الأجر مرتين طبعا أصله وما ربك بظلام للعبيد الإنسان الكدوى لو عمل الصغيرة بتحسب كأنها كبيرة إنه كدوى ما ينبغي أن يقع حتى في الصغيرة رسول الله تعالى العصم والعون والعفو والنصر والستر اللهم أمين ينصرنا على أنفسنا وعلى شياطنا ويثبتنا على الهداية يا رب وجعلنا دايما كدوى حسنة لكن لما يكون إنسان في موضوع كدوى فيلتكب ولو كانت صغيرة بتعد عند الله كأنها كبيرة ليه لأنها من موطن كدوى كدوى ده قد يكون معلم قد يكون شيخ قد يكون أب في أسرة كبيرة والأسرة بتقتدي به فأنتبه نخلي بالنا